حياكم الله بأكاديمية نور سيم أسبوع جديد نتكلم فيه عن أهم المسجدات الأسبوعية لأسواق المال العالمية هذا الأسبوع عندنا حالم ترقب مع بداية هذا الأسبوع والأنظار تتجه نحو محظر اجتماع الفدرال الأمريكي يوم الأربعاء الذي يتم من خلاله تحديد السياسة النقدية الأمريكية وذلك وسط بيانات اقتصادية قوية دعمت الاقتصاد الأمريكي وبيانات توظيف قوية أيضاً الاقتصاد الأمريكي دعمت هذه البيانات الاقتصادية القوية الدولار الأمريكي ودفعته نحو أعلى المستويات في أكثر من شهر بالمقابل تراجعت أسعار الذهب نحو أدنى المستويات في أكثر من شهر ونصف وذلك وصلت مخالف من رفع معدلات الفائدة يتم تداول أسعار الذهب حاليا عند الـ 1845 دولار للأونسة الواحد أما بالحديث على النفط عندنا مكاسب مع بداية هذا الأسبوع أو خلنا نتكلم عن ارتدادات من تراجعات قوية الأسبوع الماضي حيث تراجع النفط بأكثر من 4% الأسبوع الماضي يتم تداول خام تكسس حاليا عند الـ 76 دولار و90 سنت للبرميل الواحد بالنسبة للأسواق الأمريكية مغلقة لليوم بمناسبة يوم الرؤساء هذا اللي كان عندنا لليوم إذا كان عندكم أي استفسارات لا تنسوا تتركوناها لنا بالكومنتر